فلاديمير بيتكوفيش المدرب الأقرب لتدريب المنتخب الجزائري فمن هو؟ بيتكوفيش هو مدرب يحمل الجنسية الكرواتية والبوسنية وكذلك لديه الجنسية السويسرية المدرب يبلغ من العمر 58 سنة بدأ حياته التدريبية في الدور السويسري أين تدرج من الدرجات الدنيا حتى وصل إلى التدريب في الدرجة الأولى أول تجربة لهذا المدرب خارج الدور السويسري كانت في الدور الإيطالي وبالضابط مع نادي لاتسيو الإيطالي وكانت تجربة دامت لسنتين أين حقق مع النادي كأس إيطاليا بعدها وفي سنة 2014 انتقل إلى تدريب المنتخب السويسي أي ناقض معه فترة تمتد من 2014 إلى غاية 2021 هذه الفترة تخلى لها التألق مع المنتخب السويسري أين قاده للتأهل لكأس العالم نسخته 2014-2018 في نسخة 2014 خرج من الدور الأول وفي نسخة 2018 استطاع الوصول إلى الدور السادس عشر من كأس العالم كأس أمم أوروبا فقد قاده المنتخب السويسري فيه نسختين نسخة 2016 والتي أقيمت في فرنسا أين خرج من الدور السادس عشر وفي نسخة 2021 استطاع المنتخب السويسري تحقيق المفاجئة والوصول إلى الربع النهائي أين استطاع إقصاء المنتخب الفرنسي في الدور السادس عشر بعدها انتهت رحلة المدرب بيتكوفيج مع منتخب سويسرا وانتقل لتدريب نادي بوردو الفرنسي أين كانت نتأجه سلبية مع النادي ولم يستطع المحافظة على بقى النادي في الدرجة الأولى أين سقط إلى الدرجة الثانية وبعدها تم إقالته من النادي وهو حاليا بطال وبدون عمل وهو في مفاوضات متقدمة مع المنتخب الجزائري وسيكون في قيادة الجزائر إلى اللقاء اشتركوا في القناة